نشرة الأنباء الصوتية ليوم السبت 26 تشرين الثاني 2016 مع سامر أبو المنا إشراف مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي لأن الشرفاء والأوفياء يتميزون بأصالتهم ويتمسكون بتاريخهم ويحفظون العهد لمن يقف إلى جانبهم بصدق ولأن الناس لا تأخذ بالشعارات الجوفاء ولا يبهرها كلام أصحاب العقول المريضة ولأن أبناء الجبل ما كانوا يوما إلا أبناء أصل وعنوانا للكرامة أما الدار المختار السبت وفود عبرت على طريقتها عن وفائها لهذه الدار والتزامها بفكر المعلم كمال جنبلاط وقيادة النائب وليد جنبلاط وبمحبتها لتيمور جنبلاط فقد غص قصر المختارة بالوفود الشعبية والأهلية للقاء تيمور جنبلاط في إطار استقبالاته الأسبوعية وعرض المطالب والاحتياجات الخدماتية والحياتية والإنمائية العامة وللأعراب عن تضامنها مع دار المختارة وولائها لتيمور جنبلاط وقد استهل جنبلاط لقاءاته مع وفد من آل المصري صليمة ألقى باسمه رئيس الأركان السابق اللواء الركن شوق المصري كلمة قال فيها إن شرعية الدروز كانت منذ زمن وستبقى مع المختارة ثم التقى وفدا من بلدة تنورة رشية ألقى باسمه عضو المجلس المذهبي الشيخ أسعد سرحال كلمة أكد فيها أن منطقة رشية ستستمر بولائها وإيمانها بقيادة تيمور جنبلاط وكذلك وفد كبير من بلدة إجباع ألقى باسمه رئيس البلدية فادي هلال كلمة اعتبر فيها أن الوفاء والعطاء والفداء من شيامي هذه الدار على مر العصور كما استقبل تيمور جنبلاط وفودا من عائلة العريض في بيصور وسكان منطقة السمقني الشوف وعائلة أبو درغم باقلين والمجالس البلدية والاختيارية والأهلية في القرى المحيطة بمرج بسري وعائلة الدنف بعلشمي وعائلة عماد العزوني والحلبي عرمون والأحمدي شارون وصوفر وذبيان وآل عجب مزرعة شوف إضافة إلى وفود بلدية وجمعيات وأندية مختلفة ردت مؤسسة العرفان التوحدية على كلام الوزير السابق وياموهاب حول المؤسسات الدرزية ونسيانه أو تنسيه أحد أهم هذه المؤسسات فأوضحت أنها أشهر من أن يتجاهلها أحد وهي التي زرعها المشايخ الأجلاء نبتة مباركة في أرض الشوف ورعى انطلاقتها القائد الشهيد كمال جملاط وامتدت إلى مناطق الجبل ووادي التيم مدارس توحدية تحضن آلاف الطلاب وترعاهم وتربيهم تربية دينية ووطنية صالحة بالإضافة إلى مركزها الطبي وتقديماتها المتنوعة ودورها الثقافي وعلاقاتها الواسعة والمميزة مع المؤسسات التربوية والثقافية والاجتماعية والدينية والإنسانية على امتداد الوطن وخارجه وقالت ببركة مشايخنا الأجلاء ورعاية معالي الأستاذ وليد جملاط ومساندة الأصدقاء حققنا ما حققنا بفعل إيماننا برسالتنا وتكاملنا مع القيادة السياسية التي بها نعتز وبها نفتخر كتب رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جملاط على تويتر نقيم تقييما عاليا العمليتين النوعيتين التين قام بهما لجيش اللبناني في اعتقال عماد ياسين وأحمد أمون لكننا بنفس الوقت نجب إقامة جدار فاصل شبيه بجدار الفصل العنصري في فلسطين ومن جهة أخرى كتب جملاط على تويتر كاسترو أسطورة تاريخية في مواجهة الاستعمار والحصار وقائد تاريخي لحركات التحرر رحل اليوم علق وزير الصحة وإلى أبو فعور على الحرائق المندلعة في الكيان الإسرائيلي بالقول إن ما تتلظى به دولة الاحتلال الإسرائيلي من نيران ليست بالشيء الذي يذكر أمام نار الحقد في صدرها وصدر قادتها علها يوما تحترق بهذه النار وضطه رمادا منثورة أقام المركز التقدمي للتمكين بالاشتراك مع مؤسسة فريديش إيبارت حفلة خريج للمتدربين للعام 2016 في احتفال أقيم في فندق ريفيارا بيروت أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر أكد أهمية التجربة التي يمثلها المركز وعلى إصرار الحزب العمل في مختلف الاتجاهات بما يعزز القدرات المعرفية الشبابية ويفسح مجالات المشاركة أمامها وشكر ناصر مؤسسة فريديش إيبارت التي تعكس بشراكتها مع المركز ومؤسسات الحزب الأخرى عمق قناعتها بالتنمية الإنسانية والبشرية وفي نهاية الحفل وزعت الشهادات على المتخرجين زهر وفده من الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وكيل داخلية الجنوب حسين إدريس مجمع فاطمة الزهراء في صيدة وكان في استقباله مسؤول منطقة صيدة في حزب الله الشيخ زيد ظاهر وعدد من المسؤولين حيث جرى استعراض مختلف المستجدات على الساحة المحلية وتم التأكيد على الثقة بالمؤسسة العسكرية الضامنة للاستقرار والسلم الأهلي وعلى ضرورة التعاطي مع المخيمات بذهنية إنسانية لا أمنية وأكد المجتمعون على ضرورة تأليف الحكومة واستثمار الأجواء الإيجابية واتفق الطرفان على تكثيف اللقاءات للتباحث في الأمور الوطنية لسيما على مستوى الجنوب في فندق الريفيارة بيروت عقدت منظمة الشباب التقدمي بالتعاون مع مؤسسة فريدش إيبرت جلسة نقاش مفتوح بين عدد من ممثلي الجامعات وممثلي الطلاب والمنظمات الشبابية والمجالس الطالبية المنتخبة بعنوان حتى صوت الطالب يوصل وذلك بحضور مفوض الشباب في الحزب التقدمي الاشتراكي صالح حديفي والأمين العام لمنظمة الشباب سلام عبدالصمد ومدير مؤسسة فريدش إيبرت أخين فوخت وجرى شرح وتقديم نماذج عن الواقع الحالي وخلص اللقاء إلى توصيات وفق كل جامعة لأعلاناتكم الاتصال على الرقم 03-070124 رعى وزير الزراعة أكرم الشيب ممثلا برئيس مصلحة زراعة جبل لبنان عبود فريحة ندوة زراعية في عندارة حول الإدارة المتكاملة لذباب الفاكهة حاضر فيها كل من مدير المشروع انقول عيد ورئيس مصلحة وقاية النبات سيلفانا جرجس أوقفت الشرطة القضائية رجلا في طبرجة وامرأة في بحمدون كان يقومان بترويج عملة مزيفة وعممت قوى الأمن الداخلي الرسم الشمسي لكل منهما وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا إليهما الحضور إلى مكتب الشرطة القضائية في ثكنة العقيد جوزيف ضاهر بولفار كاميل شمعون لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الرياضة ثلاث مباريات يوم الأحد ضمن ذهاب الدوري اللبناني فعلى ملعب أمين عبد النور بحمدون يتقابل الإخاء الأهلي عليه مع السلام صغرته وعلى ملعب رفيق الحريري الدولي في صيدة يلعب التضامن سور مع العهد فيما تشهد المدينة الرياضية في بيروت مباراة بين شباب الساحل والنجمي في الأحوال الجوية بشرى إلى مستمعي نشرة الأنباء الصوتية الأمطار تعود آخر هذا الشهر فقد توقعت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية هطول أمطار بدءا من الأربعاء المقبل حيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي سمية بربرة والذي ترافقه رياح باردة وأمطار غزيرة مع سيول وثلوج على الجبال العالية وحذرت المصلحة من تكون الجليد ليل السبت 26 والأحد 27 تشرين الثاني على ارتفاع 1200 متر وما فوق المزيد على موقع جريدة الأنباء الإلكترونية أنباءونلاين.com وتويتر أت أنباءونلاين وفيسبوك أنباءونلاين